تمام اه جينا بعد دي جدا اكتشفت اه انه الاملاك بتاعت اخويا تباعت واباعت ملكية ناس تانية تمام بعد اه نزلت صعودية اه اكتشفنا من الناس القاتلين في العقارات دي ان قزافي دوت اه ان اللي باقى هو قزافي دا ان قزافي فضل فضل من اخويا لي ومنه للناس القاتلين في الشهدية اه هنا ادركنا ان هو اللي ورا اختفاء اخويا وراحنا فتحنا محضر التخيب وعملنا في تظلم في اسمه لا رقم اربعة تلاث تلتمية اثنين وتلاتين اه لكن يعني مش عايزين نقول في تأثير ان هما ما اهتموش بالقصة بتاعتنا ولا حاجة بس احنا بدأنا احنا في تراك تاني احنا نبحث عن اه اه من اخويا المتجايد اه دلوقتي ما بعيناش نبحث عن اخويا احنا بعيننا نبحث عن قزافي اللي اختافة طبعا وابعتنا بعد كده عملنا حاجة زي فريق بحث كده انا واصدقائي كده كل واحد كان بيمشي في التجاه ونجيب معلومات ونجيب معلومات ونقعد نحللها كده اه ونبني عليها قرائل وكده وابعتنا مثلا لحاجة معينة فنبحث فيها فمن ضمن البحث اه في 2019 اخر 2019 قوائل 2020 اكتشفنا اه انه اه اخويا اه متجل اسمه في قضية سرقة الاسكندرية تمام اه 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 الاول مبعتنا محامل لوزارة الداخلية جد لنا بيان انه اخويا مش موجود على اه اه في قائم السجون او اه مهواش محبوس لحيط اه اه اي 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 بالزبط كده اه اه افقدنا انه يكون ممكن انه مثلا انت شابه اسماء لانه يتشابه الاسماء بكبير وبعدين اه الاشتاز وفيد دين اه 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 انه يتدرك نبعت محامل او كده وطلو ماشي بعت محامل اسكندرية شوف لنا القصة ايه فراحة اسكندرية اه اه المحامل في فوجئنا اه طول هكي لنا بيانات التفاصيل القضية اللي موجودة هناك فقالوا انه اه القضية باسم اه دكتورة سايبلانية هناك اللي هي زوجته ورفع لي قضية تمام اه 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 ا بالضغط قلنا له لا ده قذاف اللي عندك مش رضا تمام وهو منتح صفة اخونة وكده وعلى بناء على هذا رحنا الاسكندرية قدمنا بلاغ ناك قلنا مش ما تقدموش هنا قدموه في القهرة فقدمنا بلاغ للنائب العام وبلاغ تاني لنيابة الكلية فتحنا المحضة التانية وقدمنا بلاغ للنيابة الكلية والمحضة بتاع البلاغ للنائب العام راح اسكندرية وحفظوه ناك محطة محققوش فيه والتانية الكلية هو اللي رح اسم الحرم واشتغلوا بدأوا يشتغلوا فيه النتيجة ايه بقى استاذ ناصر وصلنا لايه دلوقتي وصلنا لمكان اختفاء اخويا وصلنا لجزث كتير موجودة وصلنا طبعا فيه حاجات كتيره اه املاك كتيره تاخويا هو كان عارفها وابحها وصلنا لانه فيه يعني انا مش عايز ايه فيه تأصير شوية من الجهات الاعلامية او الجهات اللي هي المعنية اللي كان بتحقق في الموضوع اه اللي كان بتحقق لانه شمل واحد لانه ابو فاطمة تمهاي برضو كنا رحنا اه بناء المقر الصحفية عشان ينشروا قصتنا مفيش حد استجاب مفيش غير الاساس شريفة ابو الفاطل في بوابة العرام هو بس الاستجاب لنا وعمل لنا تقرير عمل لنا خبر اه على الغوابة تمام وابرضو الاساس الحكاية عاملة زي المسلسلات الامريكاني يعني الحكاية فيها تفاصيل كتير متدخلة وهي للاسف يعني اه يعني انا مش عارف انا اقول ايه اه يعني شطان عذاب وك احنا كنا اه يعني بان حاجة بكيه المعلومات شغلين شغلين احنا بحثين كيه معلومات دي نحلل فيها كده ونشوف المعلومات دي هتبين فيه دي هتنفعنا دي مش هتنفعنا مغاية ما اه وصلنا للوضع اللي احنا فيه دوات طبعا طبعا لاقوله اتفضل اتفضل اه اه حضرتك طبعا انا اه اللي هي عاصمة بالخير انا يعني مش عارف اشكره زي هو الرجل عمل مجهود جميل جدا مع استفاح دوات لانه طبعا كان بيرو اخهم كتير وكان بيه اه وكانش عايز اعترف واه احنا قم خلاص الموضوع هينتهي على كده بس هو الرجل اه يعني انا معه مجهود كيامد عشان يوصل معه ومش عايز اه اخفل بطو فريق البحث تاع اه اسم الهرم الناس امين بشغل اه نشاء الله يعني تمام يا استنس ربنا يبارك لهم يا رب والله يا فاند ان انا مش عارف اشكرهم ازاي وحتى اتبعتهم شكرا معا عن طريق الاستاذ وفيه المحامي اه النص خليني انا من خلال حضرتك يا استنس ناصر يعني بتقدم ليك والاسرة بخالص العزاء ازا كان عزائي دا يعني له اه قيمة مش بس لأسرة حضرتك لأسرتك ولأسر كل من قام هذا السفاح بأتلوم بشكرك استنس ناصر محمد عبداللطيف الشقيق المرحوم رضا